الحديث عن المضي لإتمام اتفاقية بشأن وقف اطلاق النار وأن حركة حماس أعطت تأكيداً إيجابياً أولياً معلومات تم نفيها من قبل قيادة حماس مؤكدة أن لا اتفاق حتى الآن ولا يمكن الحديث عن التواصل إلى اتفاق تصريح حماس جاء على خلفية إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشأن مقترح الهدنة الإنسانية إذ أفاد الأنصاري بأن الإسرائيلي وفق على الاقتراح القطري ولدى قطر تأكيد إيجابي أولي من حماس المحادثات بشأن وقف اطلاق النار أو ما شابه لم يتبلوا بعد ولا يوجد أي دلائل واضحة المعالم ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مساء الخميس الأول من فبراير طالب الجانب الأمريكي الاحتلال بالانتقال إلى العملية العسكرية الأقل حدة في غزة خلاصة الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره في حكومة الاحتلال ياؤف جالانت هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة إن دراستهم المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ترتكز على أن تفضي المفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته وأضاف أن صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال ترجمة نانسي قنقر